لا أن على ما تحدثت به وهو انتقال السيد السوداني من سياسة المحاور إلى سياسة الانفتاح لكن بالرغم من ذلك دائما ما يشير السيد السوداني وينبه من أن هناك جهات تحاول وتريد عرقلة عمل الحكومة العراقية من هي هذه الجهات باعتقادك وما مصلحتها من كل ذلك؟ يعني حتى نكون واقعيين ونضع النقاط على الحروف هناك ربما شركاء الوطن هناك من داخل العملية السياسية بل وحتى من الإطار التنسيقي نفسه لا أقول يعمل بالضد ولكنه لا يريد النجاح المطلق للسيد السوداني حتى لا يكون هو المتصدر الأول والأبرز بالمشهد السياسي للأسف الشديد واقع السياسة العراقية واقع نرجسي مقيت وربما حتى الفكر فكر دوغمائي لا يريد أن يعلو شأن هذا الرجل باعتبار حتى لا يتصدر وحتى لا يكون عند حسن ظن الجميع وأنا قلتها منذ بداية تسلمي عبر قناتكم الموقرة واليوم أقولها إذا أراد السيد السوداني لحكومته وحتى لنفسه النجاح فعليه أن يفتح ذراعيه للعراقيين وأن يعطي ظهره للسياسيين لأن هذه المناكفات وهذه الخلافات من قبل القوى السياسية والأحزاب لا تزيد المشهد إلا إرباكا والسياسي العراقي وللأسف نقولها ينطبق عليه قول يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ التعلب وهذا الانعكاس بدأ واضحا حتى على نظرة المواطن إذن اليوم السيد السوداني جاء ليبدد هذه الضبابية وليبدأ بخطوة جديدة وانفتاح جديد نرى اليوم وبكل احتزاز وربما فرحة إنشاء جسور كبيرة وعملاقة في بغداد التي لم نشهدها حتى من الثمانينات وبالتالي لما نرى هناك محاولة حثيثة لفك الاختناقات المرورية ولهذا الزخم ونتمنى أن تكون خطوات أخرى في إنشاء وحدات سكنية وإن كانت أولى الوحدات السكنية التي بدأت تنفيذ بها هي مدينة الجواهري في منطقة أبو غريب للأسف الشديد نصف سكان العاصمة بغداد يسكنون قسم منهم الإيجارات والقسم الآخر العشوائيات مع الإمكانيات الكبيرة للدولة العراقية يفترض أن تكون لا تكون الخدمات هي من أولى مهام الحكومات المتعاقبة لكن للأسف شهدنا حكومات لم تنجز ولم تقدم أي مؤثر سنتحدث عن إخفاقات الحكومات السابقة وما ألقته بظلالها على حكومة السيد السوداني لكن أسألك عن ما تحدثت به هل ما تحدثت به الآن هو تفسير لما يتحدث به السيد السوداني من أن نحن في الميدان كالمجهدين أو المقاتلين على الجبهات هل أصبح البناء والإعمار اليوم في العراق جهاد كما هو محاربة الإرهاب ومحاربة الفساد أيضا؟ نعم أحسنتي يعني لا أخفيك سرا إذا قلت بأن معسكر الفساد فيه لا أقول من الأبطال لأن من يسلك طريق الفساد هو جبان وخائن حتى لوطنه لكن يبدو أن فيه مقاتلين شرسين يحاولون جهد الأمكان أن لا يكون إعمار ولا تكون هناك برامج حكومية ناجحة يريدون أن يتغلغ للفساد في كل مؤسسات الدولة يبدو أن لهم شهية منقطعة النظير عن نهب المال العام وعن السرقة وعن حتى بقاء البنى التحتية حتى كلما كان المشهد معقد كلما استطاعوا من خلال هذه الضبابية ومن خلال هذا سياسة الترنح أن يستحوذوا على المال العام لكن عندما نبني مؤسسات حقيقية عندما نتابع عندما يحقق السيد السوداني هذه النجاحات ومن شأنها أن تثقف زي نوعية للعراقيين أيضا المؤسسات وزيارته الميدانية لمستشفيات لمراكز لأمور هي أيضا عام النجاح وتقدم لأن اليوم المحسوبية والرشاة وجميع الموبقات السلبية موجودة في مؤسسات الدولة إذن ما قاله الرجل هو الحقيقة بعينها أنا أعتبر هذه منازلة ومعركة ضروس يستطيع من خلال السيد السودان وإن كان الرجل لوحده قد لا يستطيع مجابهة هذه الرياح الصفراء ترجمة نانسي قنقر